بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي في مسار الصحة والحياة أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادتنا مادة مبادئ العلوم الصحية مثل ما تعودنا في بداية كل درس نستذكر الأهداف الرئيسة التي ابتدأنا بها فصلنا الثالث ذكرنا أنه خلال هذا الفصل نهدف لأن نصل إلى مقارنة بين المتطلبات الدراسية لعدد من المهن الطبية المختلفة كذلك أن تميز وتميز ما بين الشهادة والتسجيل والترخيص أيضا اتفقنا سويا أن نستطيع أن نصف ما لا يقل عن خمس مهن مختلفة في مجال الرعاية الصحية بما يشمل تعريفا عن كل مهنة وثلاثة من مهامها ومتطلباتها الدراسية كذلك فرص عملها إذن هذه الأهداف نسعى لتحقيقها من بداية الفصل ذكرنا في بداية الدروس عندما تعرفنا سويا ما هي المتطلبات لنحصل على هذه المهنة بدأنا بالدراسة قد تتاح بعض المهن بعد المرحلة الثانوية ثم استعرضنا سويا وذكرنا أن هناك مهن تتطلب الحصول على دراسة في أحد المعاهد من خلال سنة أو أكثر وبعض الدراسات أو بعض المهن تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس مثل الأخصائيين الصيادلة أيضا هناك مهن كانت تحتاج لحصول على درجة البكالوريوس لكن بمدة أطول مثل الطبيب العام وطبيب الأسنان من خلال دراسة ست سنوات أو أكثر كذلك استعرضنا أن هناك مهن متخصصة داخل الرعاية الصحية كانت تتطلب الحصول على درجة الماجستير وبعض الآخر يتطلب الحصول على درجة الدكتورة ثم بدأنا سويا لنتكلم عن مهن الخدمات العلاجية استعرضنا مجموعة شاملة من هذه الخدمات العلاجية وانتقلنا في الدرس الثاني لمهن الخدمات التشخيصية وعلقنا وأكدنا وذكرنا أنه مهم جدا أن نفرق ما بين التشخيص وما بين العلاج التشخيص وتحديد المرض وتحديد سبب المشكلة بينما العلاج هو إعطاء خطة لعلاج هذا المرض فدائما التشخيص يسبق هذا العلاج في درسنا الماضي كنا نتحدث عن المهن المتعلقة بتشخيص الأمراض استعرضنا مجموعة واسعة من هذه المهن لعلنا في بداية درسنا نستعرض تلك المهن بشكل مبسط ظهر معنا في مهن الخدمات التشخيصية عندما تكلمنا عن فنيو التخطيط القلبي وذكرنا أن هؤلاء الفنيو مسؤولين عن إجراء عملية التخطيط القلبي وهؤلاء الفنيون لديهم فرصة عندما يحصلون على دراسة متقدمة بإجراء فحوصات متقدمة مثل تتبع الإجهاد القلبي أيضا ذكرنا من ضمن المهن التشخيصية فني المختبرات الطبية هذا الفني الذي يعمل داخل المختبرات الطبية له أدوار محددة داخل المختبر هناك أخصائي مختبر هناك فني مختبر هناك مساعد داخل هذا المختبر لكل منهم أدواره المحددة في الدروس السابقة كنا نتكلم أن هناك نطاق للممارسة إذن عندما نحصل على التسجيل عندما نحصل على الترخيص يبين لنا نطاق ممارسة المهن داخل هذه المرافق إذن فنيو المختبرات كذلك فرز معنا فني سحب الدم أيضا فنيو كهربية الدماغ الذين يجرون فحوصات للدماغ لعرضها على طباء الدماغ واستعرضنا مجموعة من الأمراض التي من الممكن أن نتتبعها من خلال هذه الأجهزة مثل أمراض أورام الدماغ اضطرابات الدماغ كذلك ظهر معنا بعض الأمراض البسيطة مثل اضطرابات النوم أيضا من ضمن المهنة التشخيصية التي استعرضناها سويا عندما تكلمنا عن مساعد المختبرات الطبية كذلك تكلمنا عن أخصائي المختبرات الطبية هنا الأدوار مختلفة هنا المهام مختلفة لدى الأخصائيين وذكرنا أن الأخصائي من الممكن أن نشاهد هذا الأخصائي يعمل في المختبرات الكبيرة أيضا هناك مهن مرتبطة مع أخصائي المختبر أو عفوا علوم مرتبطة مع أخصائي المختبر أظهرنا مجموعة من هذه العلوم التي لا بد أن تتوفر داخل هؤلاء الأخصائيين ذكرنا من الممكن أن نشاهد أخصائي المختبر يكون متخصص في تقنية بنوك الدم التي تهتم في الدم ونقله للمرضى كذلك تكلمنا أن هناك بعض التخصصات المهتمة بالتكنولوجيا الخلوية دراسة علم الخلية كذلك ذكرنا أنه من ضمن العلوم التي تندرج تحت خصائي المختبرات الطبية عالم أنسجة الذي يهتم بدراسة أنسجة الإنسان أيضا من ضمن المهن المعروفة داخل المختبرات الطبية علم الأحياء الدقيقة أو الميكرو بيولوجي جميعها تندرج أو من الأمثلة الإخصائية والمختبرات الطبية بمعنى أنهم يحصلون على هذه الشهادات يمارسوا تخصصات بشكل أكبر ولكن هذه المهن عادة لا تتوفر بالمختبرات الصغيرة عادة تتواجد داخل المختبرات الكبيرة أيضا من ضمن الأمور التي أظهرناها على مستوى التشخيص عندما تكلمنا عن التشخيص المتعلق بالعيون ظهر معنا طبيب العيون الذي يحدد المرض يعالج المرض يحدد الدواء لهذا المرض كذلك ذكرنا من ضمن المهن التي تندرج تحت هذه المهن التشخيصية خصائي البصريات كذلك عندما تكلمنا عن التقنيون والفنيون لهؤلاء أو للعيون أيضا مساعدوا المتخصصون في العيون أيضا فنيوا النظارات كذلك فنيوا معامل البصريات عندما تكلمنا أنهم مهتمين بجزء صناعة النظارات العدسات اللاصقة حتى أن منهم من الممكن أن يتخصص في مجال معين إما في النظارات أو في هذه العدسات إذن قد تحصل على فرصة وظيفية عندما تحصل على دراسة بشكل أكبر سوف تتخصص في مهنة محددة في درسنا الماضي أيضا أظهرنا مهنة الأشعة أو التشخيص المتعلق بهذه الأشعة ودورها في علاج أو تشخيص الأمراض وذكرنا من ضمن المهن المتاحة في هذا المجال تقنيو التصوير بالأشعة كذلك ذكرنا فنيو الأشعة أيضا أطباء الأشعة العلاجية لعلنا استوقفنا عند هذه الجزئية وذكرنا أنه نحن نتكلم عن مهنة تشخيصية بمعنى أن نشخص المرض نحدد المرض نبحث عن أسباب هذا المرض لتبدأ رحلة العلاج ولكن هنا نحن نتكلم عن طبيب معالج ويستخدم هذا الجزء التشخيصي في العلاج إذن الأشعة هناك أشعة تستخدم للكشف عن الأمراض سواء أشعة السينية أو الأشعة التلفزيونية ولكن من الممكن أن هناك علاج نسميها العلاج الإشعاعي عندما تكلمنا بالتحديد عن مرضى السرطان شافاهم الله ذكرنا أن هذا المرضى قد يتعرضون أو يصف لهم الطبيب العلاج الكيماوي للقضاء على الورم داخل الجسم ومن ثم هناك خطوة أخرى وهي العلاج بالإشعاع من خلال هذا الإشعاع نحن نحاول أن نحاصل هذا المرض أن نحدد مناطق انتشار هذا المرض لا نسمح بالورم السرطاني بالانتقال بالانتشار داخل الجسم ولكن هذه المهنة تحتاج مهني متخصص لن يقوم به فني لن يقوم به تقني لن يقوم به أخصائي هناك أطباء أشعة هم الذين يقومون بإجراء هذه الجلسات العلاجية بإعطاء هذه الإشعاعات لهؤلاء المرضى إذن طبيب الأشعة طبيب قد يستخدم هذه الأشعة في التشخيص في الكشف عن المرض ولكن هناك أنواع محددة من الأشعة أيضا تستخدم كجرعات علاجية للحد من انتشار الأمراض مثل ما ذكرنا مثل السرطان أو الأورام السرطاني كذلك من ضمن المهن التي أبرزناها ضمن المهن التشخيصية في مجال الأشعة ظهر معنا تقني الموجات الفوق الصوتية كذلك تقني التصوير المقطعي البوزيتروني كذلك تقني التصوير بالرنين المغناطيسي أيضا تقني التصوير المقطعي المحوسب جميع هذه المهن هي متاحة ضمن المهن التشخيصية المتعلقة بالأشعة المتعلقة بالأشعة إذن هنا في درس المهن التشخيصية كان لدينا فكرة رئيسة مهمة ما هي أهم فكرة أن نفرق ما بين العلاج و ما بين التشخيص كيف يكون هذه التشخيص ما هي المهن التي من الممكن أن تتيح لنا تشخيص الأمراض مثل ما ذكرنا عن طريق المختبرات الطبية المختبرات سواء سحب العينات دراسة الخلايا متابعة الأمراض داخل الجسم من خلال متخصصين في علم الأحياء الدقيقة في علم الأنسجة في علم التكنولوجيا الخلوية أيضا من ضمن المهن المتاحة عندما تكلمنا في جزء التخطيط القلبي كذلك جزء تخطيط كهربائية الدماغ جميع هذه المهن متعلقة بالكشف عن الأمراض أو تحديد هذه الأمراض و مثل ما ذكرنا انتهينا في درسنا الماضي في الجزء المتعلق بالمهن التشخيصية المرتبطة مع الأشعة فالأشعة من أهم الأدوات والأجهزة التي تستخدم في الكشف عن الأمراض وتحديد مسببات المرض اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن المهن المعلوماتية الصحية ماذا نعني بمهن المعلوماتية الصحية مثل ما أظهر لنا الكتاب يعنى مقدم خدمات المعلوماتية الصحية بسجلات المرضى والمعلومات الصحية لكن هناك تحدي كبير مع زيادة استخدام السجلات الصحية الإلكترونية تكاثرت مسؤولياتهم الوظيفية إذن هناك نقلة نوعية في تسجيل حالات المرضى في تسجيل الملفات الطبية لهؤلاء المرضى كانت المستشفيات مراكز الرعاية الصحية تستخدم الورقة والقلم في تسجيل هذه البيانات اليوم نشاهد هناك سجلات أكترونية هناك قاعدة بيانات لكل هؤلاء المرضى لعلنا في السنوات الماضية خلال جائحة كورونا أخذنا اللقاح ضد هذا المرض كان يظهر لدينا في التطبيقات بأن هذا الشخص حصل على هذه الجرعة هناك أشخاص كانوا يمنعون من دخول المولات أو من دخول المرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة بسبب عدم حصولهم على هذه الجرعات كل هذا التقدم كل هذه الفرص كانت متاحة بسبب النقل النوعية في تحديد هذه السجلات أو نقل هذه السجلات من السجلات الورقية إلى السجلات الإلكترونية إذن قد يكون المريض في شمال المملكة يذهب إلى جنوب المملكة هناك كشف كامل عن هذا المريض هل حصل على هذه الجرعات ما هو سجلة تاريخي المرضي كل هذه الأمور حصلنا عليها عندما انتقلنا من السجلات الطبية الورقية إلى السجلات الإلكترونية فهنا يذكر أن المسؤوليات بدأت تزيد على أصحاب هذه المهن فترتبط مهن المعلوماتية الصحية بمهام ضرورية كاستخدام برمجيات السجلات الصحية الإلكترونية وتحليل المعلومات تصميم شبكات للمعلومات الصحية ومن أهم الأمور التي نبرزها خلال هذا الفصل دائما عندما نعلق عن أي مهنة لابد أن نحدد أين تتواجد هذه المهن أين تتاح هذه الفرص الوظيفية قد تتاح في المستشفيات في العيادات مراكز الأبحاث أقسام الصحة منشآت الرعاية طويلة المدى الكليات الشركات مجلس الضمان الصحي شركات التأمين وكل ما يذكر هنا في الكتاب هي من باب الأمثلة ليست من باب الحصر فجميع هذه المراكز جميع هذه المرافق تدعم أو تعطي أو توفر فرص مهنية للمهن المعلوماتية الصحية من ضمن المهن التي أظهرها لنا الكتاب المتعلقة بمهن المعلوماتية الصحية إداري المعلومات الصحية ونقصد بها سجلات الطبية هؤلاء الإداريين يطورون ويديرون أنظمة حفظ المعلومات واستخراجها من السجلات بينما فنيوا المعلومات الصحية سجلات الطبية ينظمون سجلات المرضى ويرمزونها ويجمعون بيانات الإحصاءات أو الأبحاث ويدونون المعلومات على سجلات المرضى ويشرفون على المعلومات الإلكترونية أو الورقية لضمان السرية إذن هنا يظهر لدينا المهام المناطة لفنيوا المعلومات الصحية هم يرمزون إذن هناك ترميزات داخل هذه المرافق الرعاية الصحية سواء للمرض للكشوفات للاختبارات لجراء الأشعة هناك رموز لا تكتب المصطلحات بشكل كامل هم يعملون على وضع هذه الترميزات داخل هذه السجلات أيضا من ضمن المهام تظهر معنا اختصاصي الترميز الطبي يحددون التشخيصات والعمليات والخدمات الظاهرة على سجل الرعاية الصحية للمريض ويخصصون لكل منها رمزا معين إذن هنا بتحديد أكبر عندما ذكرت قبل قليل أن هناك رموز مستخدمة في تحديد الأمراض في تحديد أيضا الرعاية هؤلاء الاختصاصيون في الترميز الطبي هم المسؤولين عن وضع هذه الترميزات والتشخيصات داخل العمليات والخدمات الظاهرة على السجلات الرعاية الصحية بينما موظفو أو موظفو الحاسبات المالية يساعدون المرضى الذين يتسألون عن فواتيرهم أو الذين يحتاجون إلى مساعدة لترتيب الدفعات المالية هنا يظهر أمر مختلف دور مختلف لموظفو أو موظفو الحسابات المالية قد يكون هناك مرضى لا يحصل بفضل من الله سبحانه وتعالى داخل المملكة العربية السعودية كمواطنين نحصل على الرعاية الصحية بالمجان ولكن هناك من يحصل على هذه الرعاية بمقابل مالي أولا الموظفون يعملون على تقديم خدمات لمستهلكي الرعاية الصحية من خلال ترتيب الدفعات المالية أو حتى تأجيل هذه الدفعات أو التعامل مع المرضى الذين هم الذين ضعف من ناحية القدرة المالية وعدم القدرة على دفع هذه الأموال فمنذ ما ظهر معنا هنا في كتاب هم يساعدون المرضى الذين يتساءلون عن فواتيرهم بشكل عام سواء لديه قدرة أو لا يملك القدرة أو الذين يحتاجون إلى مساعد لترتيب هذه الدفعات المالية أيضا من ضمن الموظفون أعلكم جميعكم عند زيارتك لأحد المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية تجد هناك موظف استقبال داخل هذا المرفق يقوم باستقبالك تسجيل بياناتك داخل هذه المرافق هؤلاء نطلق عليهم موظفوا الدخول يعملون في أقسام الدخول في منشآت الرعاية الصحية وهم مسؤولون عن الحصول على جميع المعلومات اللازمة عند دخول المرضى إلى المنشآة ويخصصون لهم الغرف ويحتفظون بالسجلات ويعالجون المعلومات بعد خروج المرضى إذن هنا تظهر الأدوار لموظف الاستقبال لموظف الدخول يقوم بتسجيل البيانات بحفظ هذه السجلات بترتيبها بمعالجتها يكون هناك ملفات لهؤلاء المرضى وعلا لكم مثل ما ذكرتم عند زيارتك لأي مستشفى لأي مرفق الرعاية الصحية لا بد تجد هناك موظف الاستقبال يقوم بأخذ بياناتك سواء اسمك سجلك المدني أو الأمور المتعلقة في الناحية الإدارية قد تسند أمور الوزن لبعض الموظفي في الدخول ولكن بشكل عام قد تسند لمساعدية التمريض أو فني التمريض أيضا هناك المساعدون الطبيون الإداريون هؤلاء المساعدين يؤدون مهاما إدارية عامة بالإضافة إلى المهام الخاصة بكطاع الرعاية الصحية أيضا من ضمن المهن المتاحة ضمن المهن المعلوماتية منسقوا الوحدات الصحية هؤلاء يدونون المعلومات في السجلات ويجدولون العمليات أو الاختبارات ويجيبون على المكالمات الهاتفية ويطلبون المستلزمات ويستخدمون أجهزة الحاسب لتسجيل المعلومات أو الحصول عليها إذن من المسمى من المفردة باللغة هو منسق يعمل على التنسيق ما بين الوحدات احتياجات قد يكون هناك احتياجات لهؤلاء المستشفى يكون هناك موظف إداري مسؤول عن هذه المعلومات لإدخالها لإدراجها يتابع احتياجات هذه المستشفى من ناحية الإدارية يتتبع هذه السجلات يدون فيها كل المعلومات إذن مثل ما اتفقنا يدونون المعلومات في السجلات ويجدون العمليات أو الاختبارات جدولة العمليات للمرضى بتاريخها تحديد اليوم والزمن لإجراء هذه العملية كذلك الاختبارات داخل المختبرات أو حتى الأشعة أيضا من الممكن أن تتاح لهم أو تسند لهم مهمة الرد على المكالمات الهاتفية كذلك قد يكون مسؤولين عن تتبع المستلزمات لسواء مستجامات طبية داخل هذه المستشفيات أو هذه المرافق أيضا هؤلاء المنسقون يستخدموا أجهزة الحاسب لتسجيل المعلومات أو الحصول عليها أيضا من ضمن المهن المتاحة ضمن مهن المعلومات الصحية أخصائي التثقيف الصحي هؤلاء الخصائيين لديهم أدوار مختلفة تماما هم يعلمون الناس السلوكيات التي تعزز الرفاهية كذلك يقيمون ويصممون ويقدمون ويقترحون ويوزعون معلومات ومواد الثقافة الصحية الملائمة ثقافيا وكأن هنا دور مختلف لهؤلاء الخصائيين تثقيف الرعاية الصحية هؤلاء الأخصائيين يقدمون المعلومات يقدمون الإرشادات الطبية لهؤلاء المرضى قد نشاهد بعض النشرات التي تتواجد داخل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية قد تسند هذه المهام لهؤلاء الموظفين لنشر التوعية داء بين المرضى أخصائي أو فني والوبائيات يحددون ويتابعون الأمراض التي تنتشر بين مجموعة من الناس ويحددون عوامل الخطر التي تتحكم بقدرة المرضى على الانتشار كذلك يقيمون الحالات التي قد تسبب التعرض للمواد السامة في العمل ويطورون أساليب لتفادي انتشار الأمراض الجديدة والسيطرة عليها كذلك يحللون البيانات والإحصائيات لمساعدة الحكومات والجهات الصحية والمجتمعات على التعامل مع الأوبئة والمشاكل الصحية الأخرى هنا نشاهد مهام بشكل مختلف مهام أكبر لهؤلاء الخصائيون فهم مهتمين بتتبع عوامل الخطر بالحد من انتشار المرض دراسة هذه الأمراض يعطون النصائح يتواصلون مع الحكومات بيعطاهم الإحصائيات كذلك مع الجهات الصحية أيضا يتواصلون مع المجتمعات لنقل كيف يتم التعامل مع هذه الأوبئة والمشاكل الصحية كذلك من ضمن المهن ومناء المكتبات الطبية هؤلاء ينظمون الكتب والمجلات وسواها من المطبوعات لتزويد اختصاص الرعاية الصحية الآخرين بالمعلومات الصحية في نهاية الدرس لدينا تساؤل يظهر معنا في اختبر معلوماتك يتساءل كيف ترتبط المعلوماتية الصحية بالأمن السبراني إذن مهن المعلوماتية الصحية هو يذكر أن لها ارتباط كبير مع الأمن السبراني كيف يكون هذا الارتباط المعلوماتية الصحية والأمن السبراني مترابطان لأن جميع المعلومات والسجلات الصحية للمرضى يجب أن تبقى خاصة وآمنة وغالبا ما يتم الاحتفاظ بالمعلومات كسجل صحي إلكتروني ويتم توصيلها إلكترونيا إذن هنا يظهر معنا هذا الربط والتقاطع ما بين مهن المعلوماتية الصحية والأمن السبراني وبهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى ختام درس مهن المعلوماتية الصحية رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك